اشتركوا في القناة في سنوات يعني في اطار ما اسميته من البداية سيرورة ثورية طويلة لامد وهذه السيرورة الثورية لابد من ان تمر بمراحل مختلفة بل متناقضة من مد وجزر وثورة وثورة مضادة يعني هي جدالية السيرورة الثورية بالتاريخ كل السيرورات الثورية مرت بجدالية من هذا النواة فلو بدنا لو اردنا نعتمد يعني تعابير الفصول ففعلا بدأنا بربيع لكننا اليوم بشتاء بعض المرحلة يعني المرحلة الاولى تقريبا السنتين لو لانتفاضة العربية يعني عام 2011 طبعا هو كان الزخم الثوري الكبير واستمر باشكال مختلفة في عام 2012 لكن بدأت معالم ارتداد والارتداد اكتمل بالألفين وثلاثة عشر يعني دخلنا بالألفين وثلاثة عشر بمرحلة ردة رجعية يعني مرحلة ثورة مضادة كان اعتقد المنعطف هو انتقال النظام السوري الى الهجوم المضاد ضد الانتفاضة السورية وانحطاط الانتفاضة ككل يعني الى من حيث ضمن العملية العسكرية تطور الجماعات الاصولية وغيرها في المعارضة وتزايد وحشية النظام وحلفائه من جانب ايران بصورة خاصة فهذا كان يعني المؤشر الاول الكبير للدخول بمرحلة جديدة تل ذلك طبعا الانقلاب في مصر حيث يعني رأينا ذروة للسيرورة الثورية في 30 يونيو تتحول بعملية متواصلة الى النقيد الى ثورة المضادة بعد مرحلة انتقالية استكملت بانتخاب عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر وارساء جو قمعي بدأ في صيف الالفين وثلاثة عش بالقمع الوحشي للاعتصام جماعة الاخوان المسلمين في الرابعة بصورة خاصة في ميدان الرابعة فهي مؤشرين الاهم للدخول في مرحلة مضادة لثورة والسمى الاساسية فيها هي ان ما بدأ كحراك جماهيري شبابي بصورة طاغية بس طبعا شبابي وكالحين من كافة العمار بس طبعا الحضور الشبابي كان بارز بخيادات تقدمية سواء كانت منظمة على الطريقة الحزبية او غير منظمة بل تستعمل شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها تشكلت يعني قادة هالحراك هالانتفاضات الكبرى ضد الانظمة القائمة والتحق بالحراك التحق بالحراك معارضات قديمة اصولية اسلامية التحقت بالحراك كفرصة لها تتوخى منها الحصول على اما السلطة كاملة او حصة في السلطة بالعلم ان برامجها مضادة لطموحات الانتفاضة الشبابية بقدر ما الانظمة هي مضادة لها فكان عنها الميزة الخاصة بالمنطقة العربية ان ليس هناك قوة مضادة لثورة واحدة هي النظام القديم كما نجد في السيرورات المعتادة بالتاريخ النظام القديم هو ثورة مضادة وقوة الثورة من الجهة الوخرة عندنا مثلث قوة قطب تقدمي وقطبان رجعيين قطبان مضادة لثورة بهذا المعنى النظام القديم والقوة الأصولية الحصل ان العجز القطب التقدمي عن ان يفرد نفسه كبديل عن الاثنين عن القطبان الرجعيين وان يشق طريق طريقا خاصا به ومستقلا عن القطبان وعلى مسافة واحدة من القطبان ومعارض للقطبان بل دخول معظم تنظيمات هذا القطب التقدمي الحالات المنظمة طبعا القطب التقدمي اوسع بكثير من الاحزاب والمنظمات لكن الحالات المنظمة دخولها بتحالف مع هذا القطب ضد القطب الاخر او مع الاخر ضد الاول يعني تارة مع الاصوليين ضد النظام القديم وطورا مع النظام القديم ضد الاصوليين وشفنا التأرجح في تقريبا يعني كافة الساحات الاساسية هذا همش دور القطب التقدمي يعني بدل ما يفرض نفسه كبديل عن الاثنين تلاشى وظهر كمجرد مكمل لأحد القطبين الاخرين وبالتالي خلت الساحة امام الصراع بين القطبين الرجعيين وهذا العنوان الطغة او الالذي يطغى الان على المرحلة المضادة للثورة التي دخلنا فيها والتي تميزت بها الصراع السائد بين النظام القديم والقوى الأصولية وصراع حاد وطاحن يعني بمعظم الحالات طبعا تونس يعني استثناء ومن هذه الناحية شغلة ايجابية وسنتكلم عنها من حيث الحدة التطاحن فنرى سوريا الصدام العنيف بين النظام القديم النظام القائم وبين قوى أصولية في المعارضة وصل البعض منها الى احد من الهمجية القصوى ما يسمى بداعش نرى في مصر يعني هالتقاطب بين يعني النظام القديم ممثل بالسيسي وهو النظام القديم بوجه أشرس مما كان يعني القمع الحالي في مصر أشرس مما سبق من العهود السابقة مبارك والسادات ومجاعة أخرى يعني الإخوان المسلمين وبداية معارضة يعني ظهور حالات إرهابية أيضا يعني من الأصولية الإرهابية الجهادية هذا العنوان الطغة نرى نفس التناحر بليبيا يعني النظام القديم بليبيا تم إسخاطه وتفكيكه بالكامل هذا الفرق بين الوضع الليبي وكافة الساحات العربية الأخرى تونس ومصر تم إسخاط رأس الهرم لكن هرم السلطة بقيها طبعا دول كالبحرين والسورية صمد النظام ولم يعني يسقط حتى الآن على الأقل في الساحة السورية باليمن كان هناك مساومة بين النظام القديم والمعارضة ليبيا الحالة الوحيدة التي تم إسخاط فيها الدولة القذافية وتفكيكها بالكامل لكن الحصل هذا التقاتب بين يعني نفس التركيبة يعني من جهة فئات يعني كانت تنتمي للدولة القديمة مش للنظام القديم بالضرورة بس البعض منها حتى من مؤيدين النظام القديم وزائد بعض التقدميين والليبراليين وغيرهم وبالجهة الأخرى الأصوليين نفس التقاتب وهالحرب الأهلية في اليمن باليمن رأينا أيضا النظام القديم يعني حالة كمان حالة أخرى متميزة النظام القديم يعني علي عبدالله الصالح يتحالف مع قوة أصولية ضد يعني قسم آخر من النظام القديم زائد القوة الأصولية قوة أصولية أخرى يعني تركيبة متميزة فبشكل عام يعني المميز هنا غياب دور القطب التقدمي عن الساحة وتغيان هذا الصراع بين الأجنحة التي هي بالنهاية جميعا أجنحة لا تمت أو قوة لا تمت لطموحات الانتفاضة يعني الربيع العربي كما نسمعها في 2011 لا تمت إليها بصلة بل إن كانت تمت بصلة فبصلة المعادات المناهضة لأنها متناقضة مع التطلعات الأساسية في مجال الديمقراطية والحريات والتحرر وبالأخص المساواة والعدالة الاجتماعية وهذه الأمور كلها النفط النفط يصبح لعنة عندما يكون مدخل لسيطرة أجنبية وتطور أنظمة غارقة في الراجعية كما شهدتناها المنطقة العربية ليس البترول أو النفط بحد ذاته لعنة بمعنى أن دولة كالناروج دولة ديمقراطية كالناروج البترول لديها نعمة وليس لعنة وعرفت كلفة تستفيد بصورة متقدمة جدا من هذه الثروة النفطية نفطية لكن نحن لدينا النفط لعنة كاملة لأنه النفط هو مدخل اهتمام القوى الغربية أساسا بمنطقتنا ومنذ وقت مبكر منذ بدايات القرن العشرين ومدخل إلى وجود السبب في إيجاد الأنظمة الخليجية الغارقة في الراجعية هو تحت وصايا الغربية والأمريكية بصورة خاصة والبريطانية بمرحلة ما كان بسبب النفط مثلا نشهد الاستعمال البريطاني في معظم بلدان كالهند وكينيا وإلى آخرين خلق أنظمة على طريق النظام البريطاني برلومانية وإلى آخرين يعني صدر العادات بالخليج أبقوا مشايخ أبقوا أنظمة غارقة ولسبب هو التحكم بالثروة النفطية وهذه الثروة النفطية يعني خلقت أيضا يعني هي أساس الدولة الرايعية يعني بالتالي خلقت هذا الوضع من الدول اللي لدينا استبدادية وعندما اشتاحت موجة التحول الديمقراطي معظم مناطق العالم بقيت المنطقة العربية يعني تتميز بما يمكن تسميته وتم تسميته الاستبداد العربي الاستثناء الاستبداد العربي ظهرت كاستثناء في الوضع العالمي والنفط هو السبب الرئيسي في هذا المجال لكن يعني لو هناك أنظمة مختلفة وديمقراطيات حقيقية كان يمكن أن يكون هذا النفط مدخل إلى تحويل هذه المنطقة من العالم لو جمعت طاقات المنطقة العربية بين النفط والأيدي العاملة والأدمغة وإلى آخرين يعني هناك مقومات كان خلق يعني إحدى مناطق الأكثر تقدمات اقتصاديا في العالم المشكلة كانت أن هذا لم يحصل ونتساءل هل يعني هل سوف يحصل هذا التغيير المنشود قبل أن ينضب النفط سؤال كبير لأنه لم تبقى سوى عقود قليلة للنفط على الصعيد العالمي على كل حال ما هي التدخلات العسكرية التي حصلت؟ مسألة بديهية العراق بسبب الكويت والعراق نفسه ثم بالانتفاضة العربية التدخل الوحيد كان في ليبيا يعني ما هو القاسم مشترك بين العراق والكويت والليبيا؟ النفط عدم تدخل بسوريا وترك سوريا يعني تغرق في هذا البحر من الدماء والدمار بدون اهتمام من هذه الناحية سوريا كرواندا رواندا حصل فيها إبادة رهيبة لا مبالاة غربية القوى الغربية لا تهتم سوى بحيث هناك لها مصالح حيوية وتتدخل على هذا الأساس وتدخلاتها على كل يعني ليست لصالح الشعوب بطبيعة الحال نحن أمام تعدد القوى الرجعية في هذه المنطقة يعني لا نواجه فقط دور الإمبريالية الغربية أمريكية وأوروبية بل عنا أيضا الإمبريالية الروسية تدخل في دعم ثورة مضادة دعم الأنظمة مثلا في سوريا وليس عنا فقط الأصولية السنية الوهابية الخليجية عندنا أيضا الأصولية الخمينية الشيعية الإيرانية يعني تعدد القوى وكما قلت النظام القديم والقوى الأصولية على الصعيد العربي يعني جبهة العداء السيرورة الثورية العربية جبهة واسعة ولذلك صعوبة الأمر كبيرة أكبر من سيرورات ثورية أخرى شهدها التاريخ بكثير حتى ولذلك تتطلب فعلا قوى قيادية قوى تقدمية من نوع نوعيا متقدم للأسف لغاية الآن لم يظهر ذلك في الساحة العربية يبقى الأمل بأنه يظهر يعني بخلال السيرورة الثورية الطويلة ولكن يبقى أيضا ما قلته أنه ليس هناك من حتمية في في الانتصار الإيجابي يعني للسيرورة الثورية والبديل هو الكارثة متى دخلنا في السيرورة الثورية بطبيعة السيرورة الثورية كحالة من التوتر وإلى آخره لا يمكن توقع أو تكاهن بمساق التوقع الوحيد وهذا أقولها دائما التوقع الأكيد الوحيد هو عدم الاستقرار من يتصور أن الوضع سيستقر في الأمد القصير موهوم بالكامل من يتصور أن انتهى الوضع في مصر بسلطة عبدالفتاح السيسي موهوم موهوم تماما لأن الوضع لم ينتهي أبدا وسوف تشهد مصر انفجارات أخرى بالفترة القادمة ونفس الشيء يقال عن أي بلد من بلدان المنطقة كلها في غليان على صعيد المنطقة ككل والساحات الأساسية للانتفاضة فعلا دخلنا في نفق طويل وكأي نفق لا نعرف بالظبط مظلم لا نعرف بالظبط أين نصل بعد خطوات قليلة ولا نرى لغاية الآن لا نرى المخرج ما هو ما يسمى بالإرهاب نحن نعلم أن الغالبية الواسعة من الشباب الذين التحقوا بداعش بسوريا والعراق لم يلتحقوا بسبب قناعات دينية بمعنى أن قسم كبير منهم تحول بسرعة نحو هذا الخيار بعد ما كان إما مدمن مخدرات أو كحول أو إلى آخر ليس عملية قناعات دينية طويلة الأمد تؤدي إلى فالمسألة نرى فيها الظاهرة الإرهابية هي نوع من التجذر لكن بالاتجاه الأسوء ممكن الإنسان يتجذر باتجاه تقدمه ممكن يتجذر باتجاه رجعي أزمت مثلاً ما بين حربين العالميتين في أوروبا ولدت تجذر يسارياً بقوى الحركة العمالية الاشتراكية والشيوعية وتجذر يميني فاشستي ونازي وإلى آخر تغلب يعني في تلك الفترة التاريخية فنحن عنا الظاهرة التجذر الرجعي تطغى عليها اليوم الحالات الجهادية السلفية السلفية الجهادية الإرهابية التي نراها وهذه تعبير عن الأزمة وعن الكبت أذكر الأوروبيين بصورة مستمرة أنهم مروا بربيع ماي 68 ميس وسانتويت بفرنسا وعط صعيد الأوروبي لبل العالمية كانت حالة تجذر وفورة شبابية عالمية وولدت كما الربيع العربي ولدت أمال وطموحات وتصورات لبل أوهام بأن التغيير الجذري قادم على الأبواب وعندما اتضح أن هذه الموجة عاجزة عن التغيير ومحدودة الأثر ولد ذلك أحباط وهذا الأحباط وجد ترجمة له بالإرهاب فصار إرهاب تطور الإرهاب بفرنسا بألمانيا بإيطاليا يعني ببعض البلدان الأساسية عرفت أكبر موجة تجذر شبابي عرفت بسبب الأحباط عرفت زواهر إرهابية إلا أن الإرهاب في ذاك الوقت اتجه باتجاه يساري كان إرهاب يساري لأن الإيديولوجية الطاغية في الصفوف الشبابية كانت يسارية ونحن الآن نشهد مثل ذلك لكن باتجاه مختلف وسيء جدا من الناحية أسوأ بكثير من ذاك إرهاب الشاهدات الأوروبا إرهاب اليساري في السبعينة طبعا هامشة يعني لا يقارن بظاهرة داعش وطبعا كما قلت يعني فضاعات داعش لأنها إرهاب غارق في الرجعية تختلف نوعيا عن ذاك الإرهاب لم يكن مثلا إرهاب يقتل بشكل أعمى بل يحاول ومحدود الفعالية طبعا يحاول أن يستهدف أهداف مختارة سياسيا ليس كمجازر لم يرتكب مجازر على طريقة مراينا لكن المقارنة ليست هنا بالمقارنة فقط للتفسير أن حالات الثورة والطموحات الشبابية عندما تحبط هذا الإحباط مع تفاقم الأزمة يولد ميول لتجذر وهذا التجذر إن لم يكن له إطار يعني أو لم يكن هناك ما يؤطره باتجاه إيجابي وليس إرهابي وسياسي وشعبي وجماهيري قد يظهب قسم منه هامشي لكن يكفي للتأثير باتجاه إرهابي ولدينا الحالة القائمة بسبب تغيان إيديولوجية الوهابية بصورة خاصة طوال عقود من الزمن نرى هالزواهر القاعدة سابقا وداعش حاليا كنتاج للقاعدة يعني للتجذر الإرهابي في إطار الوهابية يعني التصدي لتلك الظاهرة التصور أن التصدي لتلك الظاهرة يكون بالقمع وبالقوانين التي تحدن الحريات كما يحصل في كل مكان بما فيه تونس قانون الإرهاب أدانته الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان لأنه يطعن بعدد من مكتسبات الثورة التونسية فأي توهم بأن الإجراءات البوليسية هي سكفيلة بالحد من هذه الظاهرة يعني توهم محكوم بالفشل وهم يعني كامل لأنه لا يمكن الحد أو إيقاف هذه الظاهرة إما بحل مشاكل الشباب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها لكن النظام القائم عاجز عن ذلك أو بتأطير الغضب الجماهيري الشبابي إلى آخره باتجاه العمل الاجتماعي النضال الاجتماعي وأيضا النضال السياسي لكن بدءا بالنضال الاجتماعي الذي هو الأساس حتى ليشعر الشباب أنهم يقومون بالعمل التغييري ولا يكتفي الأمر بالتصويت مرة كل بضع سنوات